بخصوص مستجدات ملف التعليم مع كامل الأسف ونتاجاً لعدم استجابة وزارة التربية الوطنية لمطالب شغيلة التعليمية يشهد قطاع التعليم هذا الأسبوع إضراب وطني بداية من اليوم وإلى غاية يوم السبت مع أشكال احتجاجية ميدانية يوم غد الخميس رضاً على عدم تجاوب وزارة التربية الوطنية مع المطالب العادل ومشروعة لنساء ورجال التعليم ونتأسف بالمناسبة على ضياع الزمن المدرسي لأبنائنا وبناتنا التلاميذ والتلميذات نحن كأساسد وأستاذات غير راضون على هدر الزمن المدرسي للتلاميذ والتلميذات من طرف وزارة التربية الوطنية التي لا تريد استجابة لمطالب نساء ورجال التعليم وبالتالي ضيعة الفرصة على أبنائنا وبناتنا التلاميذ والتلميذات من أجل متابعة دراستهم في وضع قار تفاعلاً مع ما المقصود بمناورات الوزارة وطواطئ شركائها بشكل واضح مناورات الوزارة من خلال الاتفاق الأخير اليوم عشراء دو جمبير مع شركائها المقصود بهم البيروقراطيات النقابية التعليمية أي قادة النقابات التعليمية الذين لم يدعوا أصلاً للإحتجاج هذه الاحتجاجات حتى يفهم الرأي العام الوطني من يحتاج اليوم نساء ورجال التعليم خارجوا الاحتجاج دون النقابات الأربع الموقعة على اتفاقات مع وزارة التربية الوطنية فبالتالي هذه النقابات لا دخل لها في الاحتجاجات اللي كنينة اليوم بل لا دخل لها من حيث دعوة لها وإنما تتحمل المسؤولية فيها لأنها تواطأت ضد شغيلة تعليمية وضد مطالب شغيلة تعليمية مع وزارة التربية الوطنية مما جعلهم يخرجون لنا نظاماً أساسياً تراجعي أدخل الاحتقان لقطاع التعليم احتقان غير مسبوق لقطاع التعليم تم إدخال التعليم فيه من خلال نظام أساسي تراجعي خارج الوظيفة العمومية أجهزة على حقوق الشغيلة التعليمية عامة من خلال لا منطرف وزارة الوطنية ولا منطرف شركائها النقابات التعليمية وأكثر من ذلك اليوم ما نقصده بمسألة مناورة الوزارة هي المناورة الأخيرة المتعلقة بمسألة الزيادة في الأجور قبل الاستجابة لباقي المطالب الأخرى اليوم يجب العمل الرأي العام الوطني أن النساء والرجال التعليم عندما خرجوا احتجاج لم يخرجوا احتجاج فقط من أجل الزيادة في الأجور خرجوا احتجاج من أجل مجموعة من المطالب عادي المشروعات لكن وزارة التربية الوطنية حتى تغلط الرأي العام الوطني عملت على زيادة مخشوصة في الأجور للقيمة ديالها العامل ما قبل ستكون 500 ريال في النهار هذه 1500 درهم على سنتين 750 درهم يعني 500 ريال في النهار هذا هو اللي ما اعتبروه إنجازا تاريخيا عيب وعار عليهم أن يقولوا أن هذا إنجاز تاريخي وأن يحصلوا مطالب شغيلات علمية فقط في زيادة وفي الأجور من أجل تأليم الرأي العام الواطن للضاهم المطالب شغيلات علمية لا تنحصل بالزيادة في الأجور وإنما هناك مطالب عديدة من بناء صحب النظام الأساسي والاستجابة لكافة مطالب نساء ورجال التعليم الذين ناضلوا عليها منذ سنوات ولم تتم الاستجابة لها إلى الآن